اهلا بيكم جبنا لكم النهاردة شوية منتجيات من النات منتجين منهم خاصين بعصر اللمون والموالح وفي الكوستر السيليكون والسفنجة اللي بتتفرش في المية عشان الميك اوب وازالة الماكيش المنتج هو عصارة برطقان ولمون يدوي بخزان وفيها كذا غيار ده جسم العصارة وده الدراع اللي هنضغط بيه عشان نعصر ده خزان اللي هينزل فيه عصير اللمون او البرطقان مساحته كويسة لو هنعصر كمية حلوة هيتمليه ونفضيه ونملى غيره ودي المفروض ان ده كده مع بعض وظيفة وظيفة عصر ودي ودي مع بعض كده وظيفة عصر برضه دي لانشالة البزر من اللمون او البرطقان بسهولة علشان ما يعقش عملية العصر يعني يبقى كده اثنين اربعة ستة سبع قطع هي كل العصار دي اجزاءها تاني منتج برضه العصر اللمون الجزء بتاعها ده سابت لما بيتلف ده هو في الاخر التروس دي بتمسك اللمونة او نص اللمونة وبتبتدي تلفلفها علشان تعصر منها اكبر قدر من المياه ده بيساعد جدا ان كل اللمونة ينزل منها العصير تالت منتج هو اكوستر تسخين او الحفاظ على سخنية الاكواب السخنة او المشروب السخن اللي احنا بنشرابه انا عجبني قلت انا بحب المشروب زي ما انتو عارفين فقلت ان استمر كده في شرب المشروب السخن واحنا في الشتاء باستمرار يعني لطيف فالمفروض ان هو كوستر عبارة عن طبقتين من الكوستر المفروض ان بين الطبقتين دول يعني هنا هيتر صغير بيسخن الكوستر واحنا حطينا عليه الكوباية علشان يحتفظ بسخنية الكوب السخن وهي بيتوصل باليو اس بي تقيبنا عن المنتج ده انا كنت فاكرة الحقيقة ان هو هيحتفظ بالكوباية الى حد ما سخنة او يبقى درجة سباتها وسخنيتها مستمرة ولكن الحقيقة ان السخنية بتاعته طفيفة جدا يعني تكاد تكون مش هو ده اللي هيسخن لي كوباية شاي اقدر استمتع بيها الحقيقة بالتجربة ثبت ان هو يعني هنقص الحتة دي ويبقى كوستر عادي فمش كويس اخر منتج هو السفنجة السحرية المضغوطة هي السفنجة التنظيف البشرة وازالة الميكاف وممكن نبقى عمل مساج للوش بسفنجة دي الفكرة بتاعتها ان هي بتبقى مضغوطة جدا طبعا عاملة زي صباح البوتاتس كده المحمرة مجرد ما بنحطها في المياه يعني هي فردت يعني بقت قرس ونقدر ننظف بيها البشرة بتاعتنا زي ما احنا قلنا في ازالة المكاشر فلطيفة جدا ما بتاخدش اي حايز من المكان يعني فلطيفة جدا جبنا لكم نهاردة شوية منتجات لطيفة العصرات اللمون اللي اتنين هما يدوي اللي اتنين واحدة بالخزان وبتشيل كمية حلوة من العصير لللمون والبرتقان وكمان عصارة اللمون اليدوي كمان جبنا الكوستر المطلع شقد كده للأسف ولكن هو شكل بس مش اكتر المنتج الرابع والاخير وهي السفنجة السحرية المضغوطة لازالة المكاشر كل الحاجات دي حابين نحنا نشوف ايه اللي لضم معاكو ايه اللي علق معاكو وشايفين انه هو فعلا انتو في احتياج لي وممكن يساعدكم انه كنتو تستفيدوا بيه وينجز معاكو الامور منتظرينكم في فيديوهات تانية كتير بنحبكم كتير